حذر الاتحاد الأوروبي من أي عملية عسكرية تركية شمالي سوريا وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في بيان إن الدول الأوروبية تعترف بمخاوف تركيا المشروعة تجاه أمنها لكن الاتحاد الأوروبي يؤكد على أنه يرفض حل القضايا العالقة بالوسائل العسكرية ويجب البحث عن وسائل سلمية لحل الخلافات ووضع آليات مستدامة للحلول في المواقف أيضا طالبت فرنسا أنقرة بتجنب القيام بأي أعمال في سوريا من شأنها أن تهدد مصالح التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بعيدا سحاب القوات الأمريكية وزارة الخارجية الفرنسية أضافت في بيان أن المسلحين المحتجزين من داعش في شمال الشرقي سوريا بما في ذلك الأجانب منهم يجب أن يحاكموا في الأماكن التي ارتكبوا فيها جرائم موسيقى